طلبة وطلبات صف الاول العداي دي. تعالوا يلا نحل تمارين الدرس الاول والتاني وكمان التالت والرابع في كتاب المعاصر. اه لو شوفنا طبعا بقول لي يعني صبيان اللو ما لاخوات صبيان وسيسترز اللو ما لاخوات البنات. هنا معناها نفس. تاني هنا معناها نفس. طيب وراها هي قال لي وراها اسم. فعشان كده ما مفعش اقول لي بقول لي لاخوات صبيان واخوات البنات اللي بيكونوا من نفس العمر دول بسميهم تونز. وانا تونز معناها توام تونز معناها توام نمبر تو. doing something with no money is a work. اه لما تعمل شيء doing something يعني لما تعمل شيء. وخلي بالك كلمة do a thing يعني افعل شيء. with no money. طبعا no money يعني من غير فلوس. is a work. اكيد voluntary work. يعني عمل التطوع. the next this afternoon. i will have a for a new job. in an oil company. i will have. يعني بقول لي هذا المساء هيكون عندي ايه لوظيفة جديدة اكيد مقابلة شخصية والمقابلة الشخصية اسمها interview. the next number four. as a group of people who play music together. طبعا group يعني مجموعة. تاني group يعني مجموعة of people من الناس. play music together. وبيلعبوا موسيقى ولا together يعني سويا او مع بعض. دي بسميها الباند. الباند اللي هي الفرقة الموسيقية. number five. you do a when you want to find information on the internet. you do a. لما تحب تجيب معلومات من الانترنت. تب انت كده do a. اكيد do research. كلمة research بمعنى بحس. تاني research بمعنى بحس. number six. playing chess is one of my favorite. يعني لعب شطرنج واحد من ايه المفضلة. طبعا لعب الشطرنج ده يعتبر ايه? قال لي يعتبر هواية. يبقى one of my favorite. هابيز. هابيز اللي هي الهوايات. طيب تعال نشوف number seven. are musical instruments which you hit with your hands. طبعا كلمة hit بمعنى يضرب. وطبعا كلمة musical instrument يعني آلة موسيقية. الآلة الموسيقية اللي انا بضربها بيديها دي aura stick. طبعا sticks اللي هي العصيان. دي بسميها drums. drums اللي هي الطبول. طيب تعال نشوف number eight. ماهر ايه voluntary work. ات اهزبطل. طبعا يا جماعة كلمة voluntary work اللي هو العمل التطوعي بيجي معها الفعل do. فعشان كده ماهر لانه مفرط هايخد does. number nine. your father's father is your. طبعا هنا لما قول father is father قولت بقول الاسم اللي بعدها بصرف اس الملكية وانسبه للاسم اللي قبلها. فعشان كده father is father يعني ابو بابا. is your. طبعا ابو بابا is your grandfather. grandfather يعني الجد. طب تعال نشوف my is father's or mother's sister. اه يبقى هنا بنسب الاخت للام. يعني اخت ماما اخت بابا. دي بسميها aunt. وانت يعني عمه او خاله. number eleven are your parents. طبعا مين والدك? اكيد mom and dad. mom and dad. the next my favorite is football. يبقى هنا بشوف الفوتبل دي ايه? الفوتبل دي لعبة. خلاص فبالتالي حقول ات او رياضة فبقول sport. sport يعني رياضة. number thirteen. i sometimes read my friends. ايه? يعني احيانا انا بقرأ. يبقى القراءة حق كل الماتشز ولا الجيمز ولا الموزيك واللستوريز? اكيد للستوريز. يعني للقصص. the manager. المدير. ايه? the most important problems during the meeting. طبعا كلمة most important يعني الاهم. تاني most important يعني الاهم. problems المشاكل يعني. بيعمل ايه في المشاكل اثناء الاجتماع? يبقى اكيد هو واللي معاه discussed. ديسكست يعني. ناشو. the next number fifteen. female is the opposite of. female دي يعني انسة. يبقى عكس ايه? male. وخلي بالك male يعني مذكره اخر واحدة. لكن مول دي المول. male دي البريد. male دي الواجبة. number sixteen علي and tamer. wear the a color. the a color. يبقى اكيد the same color. يعني ايه the same color. نفس اللون. تاني. the same color يعني نفس اللون. تعالى نشوف number seventeen. عمر and احمد or my cousins. طالما قال لي and. ويجيب الاتنين. يبقى لازم اجيب both. both. عمر and احمد. لان دي معناها كل من عمر و احمد. number eighteen. my sister is an engineer. my cousin is an engineer. قلت يا جماعة طالما بيكرر. يبقى اكيد حاجيب ايضا. وايضا معناها two. the next my father and the mother are is sixty. and fifty three. طبعا هنا يبلغ من العمر. اسمها are aged. are aged. the next my aunt is is soon. I love her very much. بقول لانا بحبها جدا. طبعا تدعى وتسمى اسمها is cold. is cold. وخلي بلقى جماعة is. بيقى وراها فعلا فعلا يجيها اما تصريف تالت. بقول لي they like to do things with each other. they usually do this in. بقول لي يعني like. يحب. to do things. يعمل الاشياء with each other. مع بعض. so they يجوال do this in a. فقول impairs. impairs يعني في ازواج. يعني impairs يعني في ازواج. the next can you tell me your family. so can you tell me. يغبر شخص عن حبيبي اسمها till about. till about. so can you tell me about your family. ممكن تقول لي عن اسرتك. the next this big house. eat to me. I bought it last year. طبعا ملكي او يغصني اسمها belongs belongs to me. belongs to me. وما تقولش بلونجيس. مش حاجة اسمها بلونجيس. اسمها belongs. belongs. the next. my sister is four years in. my sister is four years. يعني اربع سنين. in. 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 هنا حاجة وراها اسم. والاسم هو ايج. in ايج. يعني في العمر. تاني. in. ايج معناها في العمر. طبعا في السؤال ده المفروض السؤال ده سؤال listening. يعني المدرس بيخش يقولك او ان انت المفروض بتسمعه وبعد كده بتجاوب على الاسئلة. طبعا هنا المفروض ان انت هتسمع مني وبعد كده هنجاوب. بيقول لي. I like sports. I play basketball on Mondays. It's my favorite sport. I play it with my friends. I play it with my friends. It's an interesting sport. المفروض هنا بعد ما سمعت دلوقتي تجاوب لي على الاسئلة دي. number one. what's your favorite sport? what's your favorite sport? طالما علي. what's your favorite sport? اكيد هقول باسكتبول. لان على حسب ما سمعتها ثلاثة هي باسكتبول. so when do you play باسكتبول? طبعا سمعنا ان هو on Mondays. number three. who do you play with يطلب تلعب مع مين? هو قال لي ان انا بنعب with my friends. يعني مع اصدقائي. number four. is basketball an interesting sport? اكيد حاول yes. it is. لان هو قال لي. it's an interesting sport. تعالا نشوف. complete the following dialogue. can I ask you some questions? ممكن اسألك بعض الاسئلة. قال له yes. a course. طبعا اللي اجابة على الطلب. اكيد حاول yes. of course. of course يعني نعم بالطبع. بوله. what's the name of your grandfather? what's the name of your grandfather? طب. قال لي he is space ياسر. يعني قال لي he is وساب الفراغ وقال لي ياسر. طب ما هو مصر ما اقول he is ياسر. ايوة ممكن اقول he is ياسر. طب ممكن اقول له يدعى ويسمى. يبقى he is cold. he is cold ياسر. he is cold ياسر. يعني هو يدعى ياسر. طب قوله how is he? قال له is fifty. يدعى العمري. يبقى كان بيسأل عن العمري بكلمة how old. how old. so how old is he? قال لي is fifty. طبعا لو انا هكمل التكملة العادية بتاعتي. هقول he is fifty years old. تاني is fifty years old. يعني هو عنده خمسين سنة. قال له is his hobby. قال له he is interested in. طبعا هنا هسأل عني الهواية. والهواية دي غير عاقل. فإزا هقول what is his hobby. قال لي he is interested. عايزة تاخد بالك بقى من حاجة. كلمة interested in معناها مهتم بي. وانتريستد لازم تعرف اني بيجي وراها حلف الجر in. وانتريستد ان بيجي وراها. ياما ناون? ياما بعضهم. so they are twins. they are twins. يعني هما توأم. number two. salma plays the guitar in a. اكيد بيتلعب الجتارة وبتلعب الموسيقية. يعني باند. قلنا الباند. اللي هي الفرقة الموسيقية. my sister is my mothers and fathers. آآ بقول لي اختي دي طيرب ايه لاموة ابوية. اكيد بنتهم يبقى daughter. دولر. تعال نشوه بيقول لي I don't know this word. يعني انا مش عارف الكلمة دي. I look it up in a. حبايبي كلمة look لما يجي معها اب بيبقى معناها يبحس عن معنى كلمة في قمص. تاني يبحس عن معنى كلمة في قمص. فإذا look it up in a. so in a dictionary. or dictionary. okay number five. we played a match. and we scored many goals. بقول لي احنا سجلنا اهداف كتير. بنسجل اهداف في الفوتبول. يا مباراة كرت القدب. طب ما التنس يا مصر. لا التنس اسمها points. يعني نقاط. number six. may helps in a children's hospital for free. بتساعد في مستشفى اطفال. يعني ده بنول عليه voluntary work. خلاص. she likes a work. اكيد voluntary work. number seven. the children of your grandchildren. يعني اولاد احفادك. بنسميهم great grandchildren. again great grandchildren. the next. شكل كده ابو جدي ده بسمي great grandfather or mother. فانا برضو بقول great grandchildren. number eight. little selma is playing with a mother. طبعا سلما دي بنت. سفة الملكية بينها. her mother. her mother. the next. طبعا هنا لازم اقول with our friends. لان ايه? احنا. يبقى بنلعب مع اصدقاء نا. احنا برضو. يبقى لازم اجيب سفة الملكية من اينا احنا اللي هي our. the next. that's omar's book. so it's his. والنهيز هنا تمشي سفة ملكية وتمشي ضمير ملكية. يعني ممكن اقول it's his book or it's his. the next. the girls are going to the park with her friends. الجيرل ما لها? جامعي. بحولها يروحوا مع اصدقاءهم. بعيز سفة الملكية اللي عيد على الاسم الجامع اللي هي there. there. the next. this watch belongs to mine. قلت يا جماع لي بيجي بعد. حرف الجار يبقى ضمير مفعولي. belongs to me. belongs to me. the next. my wife is cold. قلنا جماعي يدعو يسميها اسمها is cold. not school. the next. what pencil is this? قللي اتس عالز. جاوب لي بابوسطر في اسم الكية. يبقى لازم السؤال كان بهوز. السؤال كان بهوز. طبعا هنا بقولي write a paragraph of eighty words on your family. طب بقولي تكلم عن اسرتك. طبعا تكلم عن اسرتك يعني ازا هتتكلم عن بابا هتتكلم عن ماما والوظيفة بتاعتهم وبيشتغلوا فين. وتكلم عن اخواتي وعندكم اخ وعندكم اخت. وفي سنة كام وعمرهم قد ايه? طبعا الكلام ده لازم اكتبه في ال paragraph. طبعا هنا يا حبابي paragraph لازم يكون وحدة وحدة. وبتكلم عن only one idea. يعني بيتكلم عن فكرة وحدة. ولكن لازم اخلي بالي من بعض الحاجات وانا بكتب paragraph. طبعا الموضوع عن عن الاسرة بتاعتي. طبعا لما اجي اكتب عن اسرتي او لما اجي اكتب paragraph عموما قال لي اول سطر لازم اسيب حاجة اسمها indent. indent يعني فراغ. يعني اسيب القادرة ده. وابدى اكتب من هنا. يبقى ازا في اول سطر ما بكتبش من اول السطر. طبعا وعشان اكتب على الاسرة بدي topic sentence يعني جملة موضوع عن الاسرة بتاعتي. اللي هو مثلا I like my family. what's mean by I like my family? انا بحب اسرتي. or I love my family. انا بحب اسرتي. هنا ببدأ احط فلسطاب. ولازم ابين في نهاية كل جملة الفلسطاب وبداية كل جملة الحرف الكابتل. الحرف الكابتل. طبعا شكل ما قلت لما اجتكلم عن نصريتي هتكلم عن بابا. هتكلم عن ماما. هتكلم عن اخواتي. ممكن اتكلم عن اعمار. ممكن اتكلم عن وظائف. فمثلا هنحاول ايليك my family. my father يعني بابا. is. طب السطر التاني هبدأ من هنا برضو. قال لي لأ. هبدأ من اول السطر. يبقى is called. يعني is called. ها. يدعى او يسمى ودى اي اسم. احمد سامي ابراهيم وبعد كده فلسطاب. خلاص. طيب my mother يعني ماما. is cold. تدعى او تسمى. وابدأ ادي اسم ماما. هنزل بقى على السطر اللي بعده. my father is a doctor. فلسطاب. هي لاحظ. انه محط فلسطاب. ابدأ بال capital letter. he works يعني هو شغال in a hospital. يعني هو شغال في مستشفى. تاني هو شغال في مستشفى. طيب وبعدين يا مستر. هقول my mother يعني mama is a teacher. يعني مدرسة. she works in a school. يعني هي شغالة فينا حبيبي في مدرسة. طيب اتكلمت عن ماما واتكلمت عن بابا. ابدأ اولا عندي كم اخت. وعندي كم اخت. مثلا. i have two brothers. يعني انا عندي اتنين اخوات صوبيان. خلاص. they are. they are. يعني هم. يعني علي and سامي. يعني اسميهم علي وسامي. ابدأ اكلم عن علي وسامي. علي is thirteen years years old. يعني علي عنده تلاتتاشر سنة. he goes to a prep school. يعني هو بيروح مدرسة اعدادي. طيب ابدأ اتكلم عن سامي. سامي is eight years old. يعني عنده تمان سنين. he goes to a primary school. يعني بيروح مدرسة ابتدائي. i have one sister. انا عندي اخت واحدة. she is called. يعني تدعى وتسمى. وابدأ اقول مثلا. نها. اسمها نها. طيب. she is. وابدأ ادي. ها. عمرها. مثلا. seven years old. عندها سبع سنين. وابدأ اقول انها بتروح مدرسة ابتدائي. ممكن اقول هما اسرتي بتحب ايه? خلاص اسرتي بتشاهد التلفزيون. اسرتي بتعمل ايه? في الويكند. كل ده كلام ممكن اكتبه عن الاسرة يا حبابي. اهم حاجة نلاحظ ان الparagraph عبارة عن قرب واحد. مجموعة من الجمل بتدور حوالين فكرة واحدة وهي my family. في نهاية كل جملة يوعى تنسى في الاسطاب. وفي بداية كل جملة لازم capital letter. تعالى نشوف الاسئلة اللي على listen three and four. وده عليه page 44. number one a child who doesn't have a father or mother is called. يعني يدعو يسمى واحد ما عندوش ابو ولا ام اكيد حيبها اورفن. ولنا اورفن يعني يتيم. the next your parents brothers and sisters are called your family. طبعا قلنا اخواتك وبابا وماما واخوتك سواسوا بنا والبنات. دول باسميهم family members. والن members يعني اعضاء الاسرة وافراد الاسرة. the next a place with lots of houses and shops. like كايرو is called a. قلنا كايرو طالما اجاب لي كايرو. اصلا كايرو دي مدينة كبيرة. ومدينة كبيرة يعني city. ما الcontinent. يعني قارة. طب country يعني دولة. طب village يعني قرية. the next. when you a five and seven you get 12. يبقى هنا لازم اشوف العملية الحسابية. اللي اطلع علي من خمسة والسبعة اتناشر. هي عملية الجامعة. فايزا نحاول. when you add. when you add. the next. stories are exciting and dangerous. are exciting. what's mean by exciting? مثيرة. طب dangerous. خطيرة. طيب. القصص المثيرة والخطيرة دي بتي بقي adventure. what's mean by adventure? adventure يعني مغمرة. adventure يعني مغمرة. طب. is the top room in house. قلنا الغرفة العلوية والصندرة بقول عليها attic. attic. is very high. وكلمة high بمعنى عالية ومرتفع جدا. وده الماونتن. الماونتن اللي هو الجبل. farmers get a from goats. بنحصل على ايه? get يعني يحصل على ايه? من المعيز. طبعا من المعيز بنحصل على meet. يعني meet? لحمة. french people live in. طبعا. french يعني فرانسي. اكيد الفرنش بيبل حعيشوا في فرانس. خلاص ليا فرانسا. number 10. we always have a with our teacher about studying english. يعني بنعمل ايه مع المدرس? خلاص عن. عن مذاكرة الانجليزي. بنعمل conversation. conversation معنى محادسة. conversation معنى محادسة. the next ايجيبت is a big in africa. طبعا ايجيبت دي ما لها? country. what's been by country? دولة. the next. mona goes to live a her grandfather in كايرو. تاني. mona goes to live her grandfather. طب حتعيش مع جدها. يبقى with. انما لو قبل مكاني بقول in. the next. we will eat eight twelve hours to fly to cape town. طبعا هنا it takes. وانا قلت يا جماعة. it takes some time to do something. يعني ياخد وقت. هنا لازم اجيب طول مصدر. ان تفعل شيء. it takes some time to do something. the next. now you can communicate your friends. طبعا كلمة معنى تواصل وكماناكيت بتاخد حرف الجر. with. مال امتى مثل اجيب ان اللي لو بيتواصل بلوها. يعني اقول communicate in english. communicate in english. يعني the next. i happy when i see my friend احمد. لما بشوف صديق احمد يبقى i feel happy. وكلمة feel بمعنى يشعر. تاني feel بمعنى يشعر. the next. what's your feeling when you are where your parents. هنا جماعة بعيدة عن اسمها way from. the next. go to the airport at seven. so that. so that دي حبيبي معناها لكي. so that معناها لكي. you can a your plane to london. so you can catch your plane. catch a plane يعني يلحق بي. catch a plane معناها يلحق بي. what's the weather a today. طبعا هنا ما حال الطاقس او مشكل الطاقس اسمها what's the weather like. like هنا مش معناها يحب. طالما like جيت مع ازوار بتسأل عن الشكل او عن الحال. بتسأل عن الشكل او عن الحال. تاني like لما ايجي قبلها يزوار بتسأل عن الشكل او الحال. تعالا بقى نشو صفحة اتنين وخمسين. حبيبة where do you live حبيبة? بتقول لها المفروض بقى عين ايه. طالما حبيبة اللي بتتكلم يبقى المفروض where do you live ندا? يعني اين تعيش ايه يا ندا? قالت لها I live in كايرو. in my family اكيد مع اسراتي. ومع اسراتي يعني with my family. تاني مع اسراتي اسمها with my family. فحبيبة بتقول لها have you got a brother sister? عندك اخ او اخت. قالت لها yes I got a brother. طالما اجاب لي got بحول yes I have got a brother. yes I have got a brother. is his name. لما سأل عن الاسم بسأل بكلمة what? so what's his name? يعني ما هو اسمه? قال لي he's called. وخلي بقى لك من كلمة is called يعني يدعو يسمى. ما قلش is calling. طيب is your hobby ندا? مكتب برضو احتيش على الهواية لان اغل عاقل بكلمة what? قول what's your hobby ندا? قالت لها I like to be swimming. طبعا انا جماعة الرياضات اللي فاين جيبي جاب لها الفعل go. فقول I like to go swimming. I like to go swimming. طيب. تعال اقول summer is an orphan girl. بنت ايه? بنت يتيمة. she went to live with her uncle. ادنان. راح اتعيش مع امها ادنان. who was a shepherd. shepherd معنى راعي غنم. طيب. and the western desert في الصحراء الغربية he lived in a small house and he had a lot of goats. انا كلمة زعيش في بيت صغير وعنده معيز وجمال كتير. summer slipped in a bed made from animals can. طبعا بيتنام على سريل مصنوع من جلد الحيوان. كلمة skin يعني جلد. and drink god's milk. وبتشرب لمني ليه المعيز? she ate bread and cheese. وبتاكل عيش وجبنا. she made friends with. made friends with يعني تصادق. with a female camel. مع جمل انثة. which she called فلفلة. سميتها فلفلة. she loved her and they went on long walks. وكانوا الاتنين بيتمشوا تمشية طويلة. in the desert في الصحراء. summer had a lot of adventures. يعني سمر مرض بمغامرات كتيرة. in the desert في الصحراء. she loved the life of desert and mountains. وكان بيتحب حياة الصحراء والجباب. number one بيقول give a suitable title for the passage. ونة suitable يعني مناسب. وكلمة title بمعنى عنوان. خلاص. وكلمة passage يعني قطعة. فبيقول لي اديني عنوان مناسب للقطعة. طبعا هنا اي عنوان لعلاقة بالقطعة الناس بتحسبه لك صح. طبعا هنا ممكن الناس تقول لي الجملة الاولى اللي هي summer is an orphan girl. summer is an orphan girl. يعني سمر دي بنت يتيمة. خلاص. او summer's life. يعني حياة summer. طبعا نشوف number two. what does عدنان have? again. what does عدنان have? يعني ايه اللي عند عدنان? او ماذا يمتلك عدنان? طبعا هنا في القطع اللي ان he has goats and camels. يعني هو كان عنده معيز ويجمال. what do you think of life in the desert? ايه رأيك فيه? طبعا what do you think بيترك ليك الرأي. انت اقول رأيك برحتك. قولك ايه رأيك في حياة الصحراء? طبعا ممكن اقول I think. يعني I think. انا اعتقد. بصة بابا. لما يجي يقول لي ايه رأيك في حاجة? يام اقول it is. يام اقول they are. لهم جامع ود الصفة بتاعتهم. فاذا نحاول I think it's. boring. يعني مملة. طب لو انا قلت Mr. interesting. مش boring. عادي جدا. اي اجابة ان شاء الله هتنفع لانها بيقول رأيك انت. طيب تعال number four. بقول لي the underlined pronoun they refers to they دي. عايد يعني الاجابة A والاجابة C. يعني سمر وفلفلة. حول الله يبقى C. لان اعيدة عليه اتنين دول. ما ينفعش اصلا تلاتة دول كل اخد اي واحدة. لان ذي بتبقى عايدة على اسم جامع مش على اسم افرد. the word orphan means. كلمة orphan قلنا يعني يتيم. ويتيم معناها ان has no father or mother. no father or mother. the next. بيقول لي فلفلة ازا ايه كامل. قلنا ان هي في ميل كامل. يعني جمال انسة. تعال نشوف. بقول لي you can get wool from wool ده حبابي اللي هو الصوف. طيب احنا نقدر نجيب الصوف منين? اكيد نقدر نجيب الصوف من الشيب. وقلنا الشيب يعني خروف. تاني الشيب يعني خروف. طيب اللي بعدها بقول لسليبنج هنا. is something comfortable. what's been by comfortable? comfortable comfortable معنى مريح. يبقى sleeping in an attic. the next. can live and travel in the desert easily. تقدر تسافر في الصحراء بسهولة. اكيد ديمين الكاملز اللي احنا بنسميها the ship of the desert. يعني سفينة الصحراء. the next. the living in the desert has a lot of. طبعا المعيشة في الصحراء والاماكن اللي هي الواسعة دي بيتبقى والغابات والكلام ده كل ده بيبقى adventures. يعني ايه adventures? مغامرات. في مغامرات كتير. number five. ندا دازنت ايه لنش. طبعا ندا دازنت. قلنا دونتو دازنت لازم يجو وراء مصدر الفعل بدون اي اضافات يبقى لازم make. the next. هايري از اه انا ايه جرل. اكيد انا ارفن جرل. لان قال لي she has no father or mother. يعني ما عندهاش ابو ولا ام. هي ايه? clever and helpful. انت يا جماعة ظرف التكرار بييجي قبل الفعل. ما عدا verbi to be. verbi to be لازم يجي قبل ظرف التكرار فلازم اقول is always. يبقى he is always clever. the next. هايري از. very sad. to be from her grandparents. grand parents. لما الا جداد يبقى تكون بعيدة عن. وبعيدة عن اسمها away from. away from. the next. on sunday we is swimming. طبعا نمولي on sunday. on mondays. كلام ده كله من علامات المدرع البسيط. فبالتالي حاول. we go swimming. go swimming. go swimming. جلنا جو بيجو وراء. اي نشي. which hobby ايه علي like doing? طبعا علي ده مفرد. يبقى like هيجي قبله do او does. طيب like هيجي معها do هنا ولا does? حاوله لا. هيجي معها does. لان علي اسم مفرد. تاني علي اسم مفرد. تعال نشوف تصحيح الاختاب. واللي هي don't want to stay here. طبعا هي مبتاخدش don't. هي بتاخد doesn't. تاني هي بتاخد doesn't. he live in a small house. برضو هي ما يمفعش يجمعها مصدر. يجمعها فعلة في اس. او اس. يبقى he lives. the next. on fridays we don't goes. او الباشا. don't وdoesn't. وفربي تدعو من الفعل اللي يجي معها لازم يكون مصدر. فبالتالي لازم اقول go. the next water boiling when we heat it. او دي حقيقة. والحقيقة لازم تكون present simple مضارع بسيط. فلازم اقول water boils. يا مستر دووتر مية كتير حولك المية لا تعد. والاسم اللي هيعده عمل معاملة المفرد. فلازم اقول. thank you very much for watching. but don't forget. like share subscribe and don't forget the bell. يلا شار لكل زميلك. عشان يعرفوا الحلول بتاعة كتاب المعاصر في الدرس الاول والتاني والتالت والرابع. وانتظرون ان شاء الله في الحلقة الجاية مع حلول نفس الدروس بس في كتاب جيم ان شاء الله. goodbye. السلام عليكم.